على طرح حضراتكم موضوع ضبط مصنع للأجبان المغشوشة والتي يدخل أو يدخل تصنعها مواد بناء باختصار يعني سواء جير أو حاجات بناء الموضوع خطير والموضوع مزعج إلى حد كبير دي الماتير اللي قدام حضراتكم وأنا بقول أنه أنا كنت منزعج جدا وما زلت والنهاردة كمان تم ضبط سيارة هذه السيارة فيها يمكن طن ونص من الأجبان غير الصلاحة للإسلاك الأدمي أنا بسأل وبقول كل هذه المصرفات كل هذه النفقات كل هذه المليارات المفروض يكون عندي نظام مرقما ومميكا وعندي آلية وعندي سيستم لضبط منظومة الغذاء في مصر إحنا عندنا منظومات كثيرة للبيانات والمعلومات التي ترتبط بتقديم خدمات للمواطنين لكن الأهم هنا النهاردة في تقديري غزاء الإنسان هو الأهم غزاء الإنسان هو الأخطر غزاء الإنسان ومنظومة الغذاء والرقابة على الغذاء ورقابة الأسواق أعتقد هي الأهم الشغل الشاغل أنا بقول للمسؤولين كل واحد في مكانه سواء التموين سواء هيئة سلامة الغذاء سواء الجهات الصحية سواء الجهات المينائية كل الناس تشتغل لأنه بتجي لبضاعة من برة عايز شوفها صالحة لاستلاك الأدامة ولا وعندي بضاعة بتتصنع جوه عايز يشوفها ملاء مليء الاشتراطات ولا لا وعندي كمان صناعات تحت بير السلم من يضبط هذا؟ أوعى تفكر أنك إنت لو جبت فكل مصنع واحد مراقب أو رقيب هتنجح لا مناص ولا بديل عن سيستم الرقابة وسيستم مراقبا كله قدامي أنا عايز أعرف المصنع اللي بيصنع الأجبان والزبادي وغيره المصنع ده بالتشغيلة بتاعته بالرقم بتاعه طالع إمتى المكونات بتاعتها اتوزع فين بيتباع فين لغاية ما يوصل لمستهلك النائي عشان لو فيه مستهلك نائي جات له مصيبة ولا تسمم أتتبع السلعة في أماكن نقلها كوسائة وسائل الإبداد وتجري الجمل تجري التجزئة أما وصل للمصنع نفسه ربما يكون المصنع ده وهم زي ما احنا شوفنا فيه تلا في المنوفية وزي ما شوفنا امبارح في عربية اسكندرية أنا بأسأل امبارح حاولنا نتصل بالدكتور حسين منصور رئيس هيئة سنامة الغذاء علشان يشرح لنا يقول إحنا سبب الكارسة اللي ضبطة تفتلى إيه والعلاج هذا الموقف إيه والإجراءات المتخذة من هيئة سلامة الغذاء لأنه أنا سألت مين المسؤول يا جماعة عن اللي بيحصل في الآخر التموين ولا مباحث التموين ولا إدارة التموين ولا الأموال العامة ولا الصحة ولا معهد التغذية ولا المواني مين المسؤول؟ في الآخر قالوا لي المسؤول عن هذا هيئة سلامة الغذاء فقلنا نتواصل مع رئيس هيئة سلامة الغذاء تفضل زميلي أو زملتي وكلمه رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور قال والله الموضوع أمام النيابة مش هتكال أنا بقول للدكتور حسين منصور لا مناص ولا بديل عن منظومة مرقمنة واضحة لرقابة ما يأكله الناس وما يتداوله الناس كل اللي احنا بنعمله ده كل الرأس بعمله رحيين جايين وبنشتغل وبنعمل مرتبطة في الآخر بالجمهور الناس يعني احنا بنعمل طرق وبنعمل معامل مركزية وبنعمل كذا وبنعمل كذا ومنظومة لجستية وبنتور لبرة ونتور لجوة وبنعمل صوامع الدكتور علامسلح بيقول عمل نوخ كل ده حلو جدا من غير منظومة لرقابة أكل الناس وشرب الناس ما لوش تأزمها أنا عايزة أعرف عايزة أعرف في مصر دلوقتي أنا عايزة أعرف في مصر دلوقتي عندي كم أه مصنع جبل كم مصنع أغذية كم مصنع لانشون كم مصنع مربة كم مصنع باسترمة عايزة أعرف الرجل اللي بيبيع فول مش ده أكل الناس الراجل اللي بيعمل طعمية مش ده بيأكل الناس يعني أنا مش بروح اشتري طعمية وفولي من الناس مش كشري مش دي كلها ناس بتبيع أغزية مين المسؤول عن جودة الأكل خبناك مين المسؤول لما روح أكل الأكل الكشرة تسمم مين المسؤول أن روح أجيب فلافل يحصل لي سرطار مين المسؤول أن روح أجيب جبنة معمول فيها سبيداج وغيرة وحاجات بتاعة بويات مين المسؤول أن روح أجيب في سيخ بايز يا جماعة ضبط منظومة الغذاء ورقابة الأسواق رقابة الغذاء أعتقد أنه واجب الدولة من في الدولة أنا معرفش لكن قالوا لي أنه هيئة سلامة الغذاء بالتالي إحنا بنقول بنصرف مليارات في حاجات كتير جدا على علاج الناس أنا بصرف كم مليار على الأمراض اللي موجودين في المستشفيات وبصرف كم مليار في العلاج على نفق الدولة وبصرف كم مليار على الكلام التقزم والأنيميا والمش عارف إيه والحاجات اللي عارفنا طب ما تيجي نعالج المرض أصل المرض مش العرض أصل المرض إيه أصل المرض الأكل السيء الأكل الملوس الأكل الفاسد أو الأكل اللي مفوش مواصفات مظبوطة أو النقل الخاطئ أو التخزين الخاطئ أو الناس اللي ما عندهاش ضمير كل ده معلش صفعات من الدولة بعد وجود سيستم واضح أقدر رائد يا جماعة إحنا إحنا مش بنقول بدعة أنا لسه راجع كنت بعمل عمرة وقال لك عشان تخش تصلي في الحرم لازم تعمل في التطبيق اسموتها الكلمة إيه التطبيق ده يا جماعة قال لك هو التطبيق ده كل حاجة فيه مش عايزين منك لجواز ولا حاجة التطبيق ده موجود إنت بتخش فيه البركود موجود عليه بتخش كده في أي محل إن شاء الله حتى تشتري شراب تخش لازم يشوفه يقول لك آه إنت مطعم إنت محصن إنت مش مطعم إنت غيره لو مش مطعم مش تخش مطعم تخش البركود موجود عايز أصلي يقول لك اكتب على لكي عايز صلي إيه أنا عايزي أعمل عمرة اكتب على التطبيق التطبيق بيعمل لي كل حاجة مساكل كل حاجة موجودة منظمة ويعرف أنا فين بالضبط وروحت فين وجيت من إيه الجرائم هتنتهي الجرائم هتنتهي لأنه كاميرات موجودة في سيستم موجود متنقل في تتبع في في أنا بسأل هل يليق بنا وبتجربتنا وبإنجازات الدولة أمد بيها بشكل غير مسبوك من أيام محمد علي وحتى الآن هل يليق بنا أنا مش عارف رائب الأكل بتاع مش عارف رائب صناعة الأكل بتاعتي إزاي أنا أمسك أو الناس طبعا إزاي اللي ماسكت هزا الكلاب وده حكيسة جدا ماسكت مصنع تحت بير السلم بيعمل جبن مش عارف إيه صورة بيجيبني الصورة يا ابني حاجة تخض كام مصنع كده بقى طب كام مصنع بيعمل السجار الفاسدة والدخان كل الأمثلة دي بقولها يا جماعة وبعدين السؤال بقى معلش هو الناس دي بتعملها في السر هو اتنين بيعملوها ده مصنع يعني فيه كام عامل وكام واحد الست بيشتغل وكام كلهم عن دولش دمير أهلا بس أهلا بس هم كل دول كل اللي تمنا دول ناس فقدوا إنسانيتهم ودميرهم ما هل هيكل من دي هيجيلوا بالوهم سيح هو احنا بيجينا شوفنا روحوا معاهد الأوراهم السرطان شوفوا قد إيه روحوا معاهد بتاع الفشل الكل وشوفوا قد إيه روحوا معاهد الناس اللي عندها مشاكل في القولون وفي الجهاز الهضمي قد إيه روحوا شوفوا الضغط الدم قد إيه شوفوا السكر قد إيه من إيه من سوق سلوكيات الغذاء اتنين نوعية الغذاء يا جماعة احنا بنتكلم بشكل واضح ودقيق بقول غذاءنا بلا حرمة يجد أن يكون هناك نظام مميكا يعيد لغذاءنا حرمته